بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت اليوم أن أتأمل معكم هذه الآية العظيمة التي تهم كل واحد منا لأننا نرى اليوم فارقا كبيرا بين الأغنياء والفقراء 99% من ثروات العالم تتركز في أيدي القلة القليلة أقل من 1% من سكان العالم و99% من سكان العالم لا يملكون إلا الشيء القليل فهذا التناقض الكبير لابد أن نجد له علاج لأن الإنسان عندما لا يؤمن بالله ويتجه إلى طريق الإلحاد ويرى هذا الفارق الكبير فإذا كان فقيرا فإنه يحس بالأسى ويحس بالظلم ويحس بالتعاسى والاكتئاب لذلك نجد أن نسبة الانتحار تكثر بين من لا يؤمنون بالله عز وجل لأن دماغهم لا يستوعب هذا الفارق الكبير يقول ماذا بي أنا أنني خلقت فقيرا والآخرين يتنعمون ويستمتعون بهذه الدنيا إذا ما الفائدة من هذه الدنيا إذا لم يكن هناك إله ولم يكن هناك جنة أو نار أو عقاب أو ثواب يوم القيامة لذلك أحبة في الله تأتي هذه الآية كعلاج لتريح المؤمن لتقول لك مهما كان وضعك المادي تعيسا فيمكن أن تكون بسبب هذه الآية أغنى الأغنياء تأملوا معي أيها الأحبة رجعا الله تعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وهنا ملمح مهم أن الله لم يقل ولو بسط الله الرزق للكافرين لا لعباده يعني حتى المؤمن التقي لو بسط الله الرزق له احتمال كبير أن يبغي في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إذن يا رب ما ذنبي أنني خلقت لا أملك الكثير من المال هنا تأتيك الإجابة ولكن ينزل بقدر ما يشاء طيب لماذا أنزل القليل على هذا الإنسان وأنزل الكثير على إنسان آخر يقول تعالى إنه بعباده خبير بصير الله عز وجل عندما وضع مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد في الكون وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي الكريم هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم يعني لماذا بلغ هذه المرتبة العليا لماذا قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم لماذا أعطاه الصفات وما ينطق عن الهوى كلمة غوى تكررت مرتين في القرآن سيدنا آدم قال الله في حقه وعصى آدم فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ما ضل صاحبكم وما غوى يعني هذا النبي له ميزات وصفات كثيرة جدا طب لماذا لم يكن غنيا لماذا لم يبسط له الله الرزق ويعطيه القصور كانت تمر الأشهر كما في الأحاديث صحيحة ولا توقد في بيت آل محمد نار نار دليل على وجود اللحم وجود الغذاء وجود الدسم لم يكن هذا الشيء موجودا إذن أيها الأحبة الله لماذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم المال والقصور ويعطيه القصور والجنات والأنهار ونعيم الدنيا إذن لابد أن يكون هناك حكمة لأن كثرة المال تشغل بال صاحبها وكثرة المال تفتح لك أبوابا من الشر قد تسلكها إذا استطاع الشيطان أن يسيطر عليك يعني الإنسان عندما تفتح أمامه أبواب المتع أبواب الشهوات أبواب اتباع الهوى قد يضل قد يغوي قد يشرك بالله قد يلحد قد ينسى الله لذلك الله عز وجل ينزل بقدر ما يشاء كيف يعني ينزل بقدر ما يشاء يعني مثلا إنسان كلما ضاقت به الدنيا يقول يا رب كلما كان الرزق قليلا تجده يتوجه إلى هذا الخالق العظيم ويدعو هذا الإله الكريم سبحانه وتعالى ويتقرب منه ويعني يعني يدعو ليلة نهارا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يجأر بالدعاء طيب هذا أمر جيد لاحظتم أيها الأحبة شخص أعطاه الله المال إن شغل بتشغيل هذا المال وإدارة المال وفتحت أمامه متع الدنيا فأضله الشيطان ونسي لقاء الله عز وجل فأصبح يتنعم بهذا المال فيأتيه الموت فجأة بشكل مباغت حتى إذا جاء وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين الإجابة القاسية هنا تأتيه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذن أيها الأحبة الله عندما يحب شخصا يبتليه بالمرض وقلة الرزق أحيانا الظلم أحيانا أذى الناس له ليجبره على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي يتحقق الهدف أن هذا الشخص الذي التجأ إلى الله أصبح من أهل الآخرة أصبح من أهل الجنة أصبح له مكان عالي مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحمل الأذى وتحمل نقص المال وتحمل أذى الناس وتحمل استهزاء الناس به واتهامهم له وحتى الآن حتى الآن هناك من يتهم يسيء للنبي من الملحدين يتهمونه بالكذب وكذا كذا إلى آخرين فهذا النبي الكريم له مرتبة عالية عند الله كذلك أخي الحبيب كلما ضاقت بك الدنيا تذكر هذه الآية لأن كل آية من آيات القرآن هي شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الظالم لا يستفيد لماذا؟ لأن الظالم أصلا لا يؤمن بهذا الكلام الظالم يريد الدنيا بينما المؤمن يريد الله يريد الآخرة لذلك أحبتي في الله احفظوا هذه الآية رددوها تفكروا في معانيها ولو بسط الله الرزق لعباده تخيل أنك أنت المخاطب بهذه الآية ولو بسط الله الرزق لعباده إلا بغوا في الأرض والبغي عاقبته النار نار جهنم والعياذ بالله الذي يبغي في الأرض مثل قارون ماذا قال له قومه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فلذلك قارون ما الذي يعني أودى به إلى جهنم كثرة المال بعض التفاسير تقول إنه كان رجل صالح وعابد ولكن أغواه المال فلذلك أنا أتحمل في الدنيا أصبر والله تعالى سيرزقني لن ينساني هذا الإله العظيم نملة هناك تريليونات نمل في العالم لم ينسها الله من الرزق أينسى إنسانا يقول يا رب يلجأ إلى الله ويقول يا رب لذلك يجب أن تذكر هذه الآية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فأقول الحمد لله الحمد لله يا رب أنني أنا أقول الحمد لله يعني أنت المؤشر مدوم تقول الحمد لله أنت على خير ولكن ينزل بقدر ما يشاء أعلم أن هذا القدر القليل الذي كتبه الله لي أو الكثير ليس أحيانا إنسان لا يصلحه إلا كثرة المال تجد أنه ينفق في سبيل الله وإنسان لا يصلحه إلا قلة الرزق سبحان الله يعني إنه بعباده خبير بصير فالله تعالى سيرتنا الذاتية ماذا يوجد في قلوبنا موجود عند الله الملفات موجودة عند الله فهو مطلع على القلوب كل إنسان ماذا يصلحه يعطيه هل إذا أعطى هذا العبد المال وهو يحبه طبعا سينفق في سبيل الله يعطيه هل سيزداد ذكرا لله وعبادة لله وجهادا في سبيل الله يعطيه هل سيزداد عطاء للفقراء يعطيه ولكن هذا الشخص أو شخص آخر الله يعلم ما في قلبه إذا أغدق عليه الرزق سينحرف سيضل يضيق عليه الرزق لمصلحته هو لذلك اعلم أخي الحبيب أي ظلم يصيبك أي نقص مادي أو معنوي يعني أذى الناس يصيبك اعلم أن هذا بسبب محبة الله لك الله لا يريد لك الشرط طيب كيف أعلم أن الله يحب لي الخير وقد ابتلاني بمرض أو بقلة الرزق أو ظلم أو أذى ناس لي مادم تقول الحمد لله مادم لسانك يقول الحمد لله فأنت على خير لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا الخير حيث كان ويرضينا بهذا الخير وأكرر هذه الآية أختم بها أرجو أن تحفظوها يقول تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته